مستمرين في اكتشاف واجهة المستخدم في الكسل 2013 وفي هذا الشريط سنتعرفوا على بعض الفورميول التي توجد مباشرة أسفل الوريبان وعلى بعض الستاتيو التي توجد أسفل واجهة المستخدم البعض الفورميول هي هذه كيفما تلاحظو الآن إذا انتقلنا بالمعلومات التي أدنا فكيظهرنا ببساطة في هذه العارضة وش القيمة التي اختارنا هي مجرد قيمة عادية أو لا صيغة رياضية معقدة أو غيرها مثلا إذا انتقلت لهذه الخانة لاحظوا معايا هي ماشي مجرد معطاو إنما صيغة رياضية بينما الخانة التادية كتوفر على معطاو اللي هو عدد عادي كلما كانت تقلم بالخانات كيظهرنا في لبعض الفورميول محتوى الخانة اللي احنا فيها إذا لبعض الفورميول كتظهر لنا بشكل واضح محتوى كل الخانة الآن لانتقلنا لبعض الستاتيو واللي كتوجد أسفل واجهة المستخدم في هذه العارضة أي معلومة كنقوم بإدخالها كتظهر عدنا في هذا البعض مع مجموعة دي المؤشيرات هنا على اليمان كتلاحظو هاد الأزرار واللي هي الأنواع مختلفة من الاستخدام عدنا نورمال ميزان باج أبرسيو دي سود باج وهنا عدنا لوزوم اللي يمكننا استعمالو لتكبير أو تصغير رؤية المعلومات اللي عدنا أي دان وحنا أخدا من في كسل 2013 مؤشيرات خورا كيظهر عدنا في هذا البعض مثلا لقمت بالضغط على الزر ماجسكول كيظهر عدنا هنا في البعض الآن لقمت باختيار هاد المعلومات كيظهر عندي هنا في البعض مجموعة من المؤشيرات إذن أي عنصر كنختاروه كيظهر لنا في البعض مؤشيرات اللي كيتوفر عليها هنا يعدنا SOM MAXIMUM MINIMUM إلا ضغطنا على الزر ليمن في الصوري في البعض كيظهر عدنا مجموعة من الاختيارات مع عدد من الخصائص واللي يمكن تحتاجوا استخدامها في حالة بغيتوا تقوموا بتشخيص لبعض ستاتيو بإضافة مؤشيرات أخرى اللي غنحتاجوا استعمالها مثال لاحدوا معي رضغط على موين فكتضاف عندي لبعض ستاتيو إذن هاد لبعض ستاتيو كتعتنا معلومات إضافية على المعطيات اللي عندنا وأكيد بالضغط عليها يمكننا نشخصوها بإضافة المزيد من الخصائص بمعنى إحدى هاد الاختيارات اللي بغيناها تكون مفعلة وحنا خدا من فليكسل وقتنا التنقل بواسطة لصوري كنلاحظوا الأشكال المختلفة اللي كتتخذها لصوري لاحظوا حاليا شكل ديال الكيرسور لكن في حالة بغينا نختاره مثلا هاد العامود لاحظوا معي أن الكيرسور ولا بشكل سهم أسود باتجاه الأسفل إلا التقلنا لحافة هاد العامود لاحظوا الكيرسور ولا بشكل سهم باتجاهين ليمن وليسر نفس الشيء اللي انتقلنا هنا يا شكل الكيرسور كي يظهر بسهمين واحد باتجاه الأعلى والآخر لأسفل إلا رجعنا لغيبان كي يظهر لنا الكيرسور بشكل أصلي دياله أيضا من اللي كنقوم باختيار أي خانة لاحظوا أن الشكل واللون ديالها كيتغير أيضا في اليكسل يمكننا نعرفه عدد الملفات اليكسل اللي مفتوحة فإنا انتقلنا اللانجلي أفيشاج وضغطنا على شانج الفاناتر كي يظهر عندنا عدد النوافد إيكسل اللي مفتوحة للتنقل ما بين هاد الملفات يكفي نضغط عليها ومباشرة كيتفتح لنا الملف اللي اختارينا يمكننا أيضا نستعملوا فقط لصوري ونتقلوا ما بين النوافد إيكسل اللي مفتوحة بهات الطريقة أيضا بالضغط على كنتخول باج سويفانت أو لا كنتخول باج بخيسيدانت كي يمكننا نتقلوا ما بين الصفاحات بشكل بسيط إذن أننا نكونوا متمكنين من هاد التقنيات البسيطة أمر مهم شيء لكي يخلينا مرتاحة في العمل مع إيكسل 2013